ده من ناحية من ناحية تانية بقى طبعا استقر الجهاز الفني لفريق سانداونز جنوب افريقي على اقامة معسكر طويل في القاهرة قبل مواجهة الاهلي يوم الجمعة 25 فبراير الجاري اكيد ضمن المنافسات الجولة التالتة من دور المجموعات لبطول الدوري ابطال افريقيا يعني هيظل في القاهرة حوالي 10 ايام في معسكر مغلق يخود من خلاله مبارتي المريخ يعني ان شاء الله يوم السبت المقبل والاهلي يوم 25 من فبراير وفقا لما نشروا موقع كيك اوف الجنوب الافريقي كمان اوضح مدرب سانداونز انه وقال يعني صرح بهذا الكلام قال ان البقاء في القاهرة سيكون افضل كثيرا من السفر زهابا وقيابا يجب ان ننظر الى كل هذه الخطوط الجوية الاخرى او ننتظرها بما يجعل السفر طويلا جدا لانه توقف في مكان ما ويستمر لذلك يعني عايز يقول انه حيبقى فيه ترانزيت ونقالاته وقت كبير ومجهود اكبر حيكونوا مهضرين في التنقلات فكانت من وجه نظره ان الاقامة بشكل كامل واللي فترة على بعضها في القاهرة حيكون اثبت بكتير للعبين بتوع قائز جدا قائز جدا